السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. آآ برحب بالمشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجديد معي في القناة. وبشكركم على كل التعليقات الحلوة اللي انا بشوفها معي. آآ هنقول النهاردة ان شاء الله قراءة عاطفية آآ لموليد برج الحوت. ان شاء الله. آآ هنشوف بس الاول الطاقات الموجودة معي في الكراءة. آآ شايفة الطاقة المائية. آآ طبعا طاقتك يا برج الحوت. آآ وهنشوف لو في طاقات مائية تانية. شايفة في طاقات نارية. آآ في طاقة مائية تانية. شايفة طاقة برج العقرب. آآ وفي طاقة هواقية. آآ برج الحوت آآ عندك تعب تعب عضوي. هنتكلم عن تعب اللي انا شايفة دلوقتي تعب عضوي. تعب في ظهرك. آآ عندك تعب في ظهرك من فترة بيقليمك جدا. الف تلاية لكل مواليد برج الحوت. آآ انت بتعاني بقيلك فترة من الساعة ده جدا. واللي شايفة هنا ان السبب عند بعضكو سحر. شايفة السبب عند بعضكو سحر والسحر ده من حد مقرب منك يا برج الحوت. فيه سحر من حد مقرب منك. وده سبب السعب اللي انت بتحطي بيضة. فيه ندم. شايفة حد ندمين? انت او الشريك فيه انفصال وندم وتفكير في الماضي. عايز ترجع. او لو القراءة اكسية او الشريك عايز يرجع. فيه بعض. شايفة فيه طرف تخلى. فيه طرف تخلى عن الثاني. بعض موادين برج الحوت. فيه حزن. فيه حزن وانتواء. حزن وانتواء برج الحوت. وما بقاش عنده ثقة في حد. في الحلاك اللي فيها انفصال شايفة كتير منكم مش عايز ديرجع. فيه حالات فيها انفصال في كتير منكم مش عايز ديرجع خلاص. انت اخدت قرار بالبعض وبتفكر في ارتباط جديد. انا شايفة كمان تقاط ترابية. فيه تقاط ترابية ظهرت. اه في حد اتعرض الخيانة مش عارفة انت ولا الطرف التاني. اه بس انا شايفة كارت العدالة تلع لك. انت بتطلب العدالة يا برج الحوت وهتتحقق ان شاء الله. يعني حتى انت كمان في الفترة دي هيكون عندك توازن في تعاملاتك. هيكون عندك توازن في تعاملاتك وافقارك بالذات من الناحية العاطفية. يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر وبتحسب لكل حاجة قبل ما تعملها. وبتفكر كمان في اللي بتسمعه. يعني مش بترد. جيل لما تكون حللت الموقف ويس وهتربط ده. آآ تحليلك ده يعني للموقف هتربطه بقوة الحد عندك. لان انت يا برج الحوت آآ آآ يعني بتقدر آآ عندك هقول لك ايه? آآ الحدث عندك عالي. يعني اغلب تحليلاتك وتوقعاتك بتكون صح. آه. انت في امور انت هتقدر تسيطر عليها وتحلها في الفترة دي. شايفة فيها علاقات تقفل فيها الاتصال تماما. ممكن من ناحيتك. او من ناحية الطرف التاني. علاقات خصل فيها خزلان. ما حدش عايز يسمع. يعني ما حدش عايز يسمع بعد كده حاجة تاني. بس عايز اقول الاول ان العلاقات اللي تكلمت عنها. وحصل فيها سحر تفريق. حاول يا برج الحوت سبت بالسحر. لا يعني بالطرق الشرعية طبعا. آآ لاني شايفة ان انت والشريك في الوضع ده انتو بتحبوا بعد جدا. انت والشريك بتحبوا بعد جدا. آآ والمانع القوي ده بيأثر على العلاقة. يعني ممكن لو ما روحتش لابطال السحر ده. ممكن العلاقة تتهدى على الاخر. انا على فكرة اغلب الابراج اللي تقريبا اللي انا شفتها في الشهر ده في سحر. آآ يعني حاولوا تلجأوا ربنا في الفترة دي. آآ بطلوا السحر بالطرق الشرعية. اخراج استدقات ضروري. ان شاء الله الامور تتحسن وترجعوا تاني. لازم لازم آآ تدوروا على طريقة لإبطال السحر. شايفة كمان الكتير من مواليد برج الحوت آآ في عندكو قريب آآ في لقاء عاطفي. لقاء عاطفي جميل جدا يعني. آآ وده هيكون بالنسبة للمتزوجين والغير مرتبطين والمنفطلين. يعني في يعني لو المنفطلين هيكون في رجوع. ان شاء الله. وبلقاء عاطفي حلوة قوي قوي قوي. آآ بإذن الله يعني ربنا يجمع كل حبيب بحبيب ويا رب. آآ آآ لأني شايفك يا برج الحوت العاطفة هتكون مؤثرة عليك الفترة دي جدا. يعني المتجاوزين آآ هيحسوا ناحية الشريك بحب اكتر. هيحاولوا آآ لو في مشاكل يحلوها ما يخلهاش آآ تأثر على العلاقة والشريك كمان هي يعني هيساعدك في ده لان الحب متبادل وشايفة كتير من المنفصلين فيه عنده حنين قوي عندهم سواء منهم او من الشريك. في يعني فبالتاني هيكون فيه لقاء حلو جدا. يعني الحنين اللي عنده المنفصلين هو من النحايتين. ده السياة جامعة اللي فيه سحر. لاني شايفة فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. السحر ده تحاولوا وتقتلوه. آآ 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 فيه هتلاقوا حلول يعني فيه هتلاقوا حلول للترجاع العلاقة وبشكل افضل. ان شاء الله. يعني مش هترجع دايما كانت هترجع احسى مما كانت. اما الغير مرتبطين عندهم في الفترة دي حب كبير متبادل. او آآ يقابلوا الحبيب اللي هيحسوا ان هو ده اللي كانوا بيحلموا بيه. آآ او ده الشخص المناسب اللي عايز يكامل معا حياته. وفي كل الحالات في كل الحالات اللي انا اتكلمت عنها هيكون الحب متبادل. يعني يا رب تكون فترة حب سعيدة عليكم يا موريب برج الحوت. آآ طيب المنفصلين ثاني. اهو. يا برج الحوت انت محتاج في الفترة دي تشغل دماغة مع الشريك. لاني شايفة فيه علاقات آآ شايفة علاقات حب تم فيها انفصال بسبب تدخلات عائلية. بالرغم ان فيه حب وفيه علاقات آآ 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 ممكن وصلت لطلاق. فيه الطرف تمع لكلام او سمح لتدخلات آآ وللأسف ده اثر تأثير كبير على العلاقة دي. الطرف ده آآ يعني شايفة فيه طرف محطوط تحت ضغط الزن والتدخلات. آآ حصل تشتيت في الافكار. عند الطرف اللي سمح بكده. عنده تشتيت في في تفكيره وفي العاطفة وفي كل القرارات يعني اللي اللي نتجه تحت بتأثير الضغط ده مش هتكون صحيح. سواء انت او الطرف الثاني. مش هتكون صحيحة بلهم مرة. شايفة تشتيت كبير جدا في الافكار. بسبب تدخلات وكلام ناس تانية. انتو سمح بنيهم بكده. فلازم طرف فيكو يشغل دماغه ويرجع العلاقة دي تاني. يعني هنقولها بالحيل السليمة. انت محتاج يا برج الحوت تتحيل. تتحيل بس تحيل سليمة. وده طبعا مش عيب. ما انت تكون عايز ترجع العلاقة بتاعتك تاني. آآ عايزة تطمن مواريد برج الحوت ان في النص الاول من شهر مايو فيه كتير تواصل عاطفي. يعني شايفة تواصل تواصل فيه. عندكم كتير جدا. آآ تواصل عاطفي. آآ وعملي كمان. وعلى فكرة فيه تغيرات كتير للاحسن. آآ ده هيكون بسعيك وترتيب افكارك آآ بس حبيت عرفك ان الفرصة متاحة في الفترة دي. فرصة متاحة في الفترة دي بانك تركز وترتب افكارك كويس جدا. عشان تحقق اللي انا بقول عنه ده. عندك تواصل عاطفي. آآ اما المنفصلين في فترة النص الاول من مايو لازم تخلي بالك جزات الناس اللي عندها مسائل قضائية. لازم تتحلى بالحكمة والتفكير السليم في الفترة دي. آآ تتجنب النزاعات اللي ممكن آآ آآ تخسرك. يعني بلايش في الفترة دي نزاع وجدال ورد والحاجات دي كلها نتجنبها تماما. يعني ابعد واشغل نفسك باي حاجة. وحاول تفكر في حل المشكلة. بلايش تفكر في المشكلة. في فرق كبير بين ان احنا نقعد نفكر في المشكلة. دي ان احنا نفكر في حل للمشكلة. آآ آآ ان ازاعات اللي ممكن حد يدخلك فيها دي ده هيكون المقصود منها. انك تختر. انك تطلع خسران. آآ غير انك في الفترة دي برج الحد هيكون عندك كواكب معاكسة شوية. بس هي فترة هتنتهي. يعني في عندك في الفترة بتاعت النص الاول من مية وفلكيا عندك في كواكب معاكسة. بس هي مش هتطول. فأنا بما اني عرفتك. فانت تحاول تسيطر على تصرفاتك. وترتب افكارك في الفترة دي. آآ زي ما قلت هي فترة هتنتهي على طول لو اتحكمت في ردود افعالك لان اللي بنعمله هو يعني يعني بيترتب عليه اللي بيحصل لنا بعد كده. يعني اللي انا هعمله دلوقتي او رد فعلي اللي انا هاخده دلوقتي هو اللي هيترتب عليه اللي هيحصل بعد كده. فانت حاول بما انك عايز اللي يحصل بعد كده يكون للاحسن. تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي انه ما يكونش فيه اي تهور. آآ في منكو عايز صفر ممكن يتاح لي فرصة صفر في الفترة دي. ان شاء الله اللي عايز صفر ممكن يتاح لي فرصة صفر في الفترة دي. شايف فتعت كتير يا برج الحوت. سعب ومعاناية في الفترة اللي فاتت. بس قربت تنتهي. سواء ما مشاكل او علاقات آآ انت قدمت فيها الكتير. شايفة بعضكم بينهي علاقات. علاقات دي سببت ليك تعب وبزلت فيها مجهود. بس شايفة فيك عندك الدخول يعني على مراحل جديدة عاطفيا. مستقرة اكتر. الحب هو غالب على العلاقة. ويعني الحب غالب على العلاقة وهيلغي اي اختلاف. اي اختلاف العلاقة دي الحب هيلغي. في منكو يا برج الحوت الحب ده هيكون جديد تماما. يعني منكو هيكون ومنكو هيكون الطرف الثاني معروف بالنسبالك بس العلاقة بينكو ما كانتش حب. هتتحول لحب متبادل. آآ لكن في البداية مش هيكون فيها اعتراف من من الطرفين. يعني في عندكو حب جديد خالص. خد داخل على حب جديد خالص. ما كانش معروف بالنسباله. وفي هيكون فيها علاقة حب لطرف. انت تعرفوا بس العلاقة ما كانتش حب. وهتتحول لحب منك. ومن الطرف الثاني. بس مش هتعترفوا البعض في البداية. آآ برج الحوت يعني انا عارفة ان انتو يعني من فترة آآ من فترة كبيرة وانتو تعبنين جدا. كتير منكو حاستين آآ آآ حاستين بدا لحد دلوقتي. يعني حاستين بالتعب ده لحد دلوقتي. آآ بقول لكم تفاقلوا خير تجدوه. آآ او الزززبات بتاعتكو. بالصلاة والاستغفار. آآ آآ يعني علشان اللي انا بقول عنه ده. يعني الفترة اللي جاية دي فيها حاجات كويسة كتير. بس لازم انت التقوي ده عندك. يعني لازم تكون عندك استعداد لانك تستقبل ده. ما تقفلوش منافذ الصاقة عندكو يا جماعة. لاني احيانا لما بلاقي لحد في حاجات كويسة اجيله. ومسلا اسمع من حد يعني اني لأ مثلا ما حصلتش. يعني انت بتحط نفسك في وضع نفسي معين بتقفل منافذ الصاقة فيه. ما تخليش نفسك بتستقبل حاجة. لأ افتح منافذ الصاقة عندك. بالصلاة وبالاستخفار وبالذكر. فان شاء الله تستقبل كل حاجة جميلة لان الفترة اللي جاية عندكو حلوة او يفيها حاجات حلوة جدا. على المستوى العاطفي. وفلكين كمان على المستوى المادي عندكو شوية حاجات حلوة كميلا. آآ آآ لازم تعملوا كده عشان تستقبلوا الاحسن. او الحاجات الايجابية. يعني يكون عندكو استقبال الحاجات الايجابية اللي هتحصل قريب ان شاء الله. الكراءة انتهت. يا برج الخوت شايفها كراءة ايجابية. آآ شايفة فيه رجوع لبعض المنفصلين. آآ وشايفة عندك ناصر. وشايفة فيه علاقات حب جديدة لبعضكم. آآ بس ازاي ما قلت يا جماعة السحر ده لازم يتفك. لازم يتفك. لازم تبطلوه. آآ فيه الرؤية الشرعية. آآ فيه البخور آآ بورق اللوري. الحاجات اللي انا بقول عنها دي. حاجات عن تجربة. يعني عن تجربة عملتها مع اشخاص السحر تبطل. آآ وسمع الرؤية الشرعية اللي خاصة بسحر التفريق. تشغلوها دايما. وان شاء الله ان شاء الله آآ يتبط للسحر ده بازن الله. آآ فيه كمان حاجة ممكن اقولها لكم قريب. آآ يعني انا عمليها مع حد. آآ لو جابت معيها نتيجة. يعني مع واحدة ان جزها مش ايه وجزها من الفاصلين. آآ لو جابت معها نتيجة. ان شاء الله قريب. هعلن عنها. آآ هي ايه? هعلن لكم عنها كلها. بان انتم آآ تكتدوا تنفزوها. وهقول ان هي جابت نتيجة لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجة. غير لما شوف النتيجة بتاعتها بعين. ان شاء الله هتجيب معاها نتيجة. عشان هي تعبنة جدا برضو. هتجيب معاها نتيجة بازن الله. وهبشركم قريب. وتعملوها انتم كمان بالنسبة للمنفصلين واللي عايزة. حبيبها يرجع لها ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة. عشان يوصلكم كل جديد. والتفعيل الجرس واللايك. وهستنى التعليقات بتاعيكم ان شاء الله. آآ شكرا للمتابعة برج الحمد.